السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل جليبريك بطريقة سهلة جدا وكمان بطريقة مجانية لأيو اس 15 و 16 بطريقة مجانية بالكامل وعن طريق الوندوز نتابع الفيديو ده لان الفيديو ده هيكون مهم جدا جدا وهيكون الشرح فيه مفصل بشكل تفصيلي علشان نقدر نعمل جليبريك بشكل مجاني لأجهزة ايو اس 15 و 16 وطبعا في نهاية الفيديو هعرفكم الأجهزة المدعومة على جليبريك اللي موجود معنا النهاردة وازاي نقدر نثبته بطريقة سهلة جدا فيلا بينا على طول نبدأ الشرح علشان نفهم كل شيء بالتفصيل والخطوات بالتفصيل فنتابع الفيديو خطوة خطوة علشان ما يحصلش معنا اي مشكلة ونقدر نعمل جليبريك بطريقة مجانية والطريقة سهلة جدا فيلا بينا على طول نبدأ الشرح اهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية النهاردة معنا نسخة جليبريك هنقدر نعملها لايو اس 15 وايو اس 16 بطريقة مجانية ونقدر نعمل اي عملية بعد كده سواء تخطي الاي كلاود او اي عملية نمحتاج اعملها ومحتاج جليبريك على الجهاز بتاعي كان الاول طبعا الجليبريك مدفوع وسعره غالي جدا طبعا ايو اس 15 و 16 مكنش لي جليبريك طيب ايه اللي احنا هنعمله بالزبط علشان نبدأ نشتغل جليبريك؟ اول حاجة نبدأ نشتغل بطريقة سليمة اول حاجة هنحتاج فلاشة ويفضل انها تكون 8 جيجا او اكتر ولو اربعة برضه هتشتغل معاك لكن افضل خلينا في 8 جيجا اول حاجة هنعملها هنبدأ نركب الفلاشة بتاعتنا في الكمبيوتر كده ركبنا الفلاشة بتاعتنا في الكمبيوتر وحنحتاج تلات مواقع تلات مواقع دول هنبدأ نحمل البرنامج ده وهنحمل حاجة من هنا وبعد كده طبعا ده القناة بتاعتنا تلات تشترك فيها فلازم نعمل التلات خطوات بعد اذنكم اول حاجة هنبدأ نحمل البرنامج ده وهنعرف هنعمل بيئي وبعد كده هنروح لنسخة البلارينة او نسخة الجليبريك اللي احنا هنشتغل بها وده الموقع الرسم الخاص بها وكمان حاسب لك رابط الموقع مش حاسب لك التحميل مباشر علشان لو نزل اصدار احدث من version 1.7 تقدر تنزله حيكون فيه طبعا مميزات واضافات اخر فاول حاجة بنعملها بنبدأ نحمل نسخة الويندوز اللي من برنامج ده علشان نحرق النسخة اول حاجة بنعملها بنحمل الاصدار الخاص بالويندوز هتلاقي هنا لينيكس وهتلاقي ويندوز هتختار النسخة الخاص بالويندوز وبعد كده هتجي تحمل اخر اصدار اول اللي قابليه يعني بفضل ان انت تحمل اخر اصدارين وبعد كده اجيب كل حاجتي على الديسكتوب زي ما حضركم شايفين يبقى الوضع ايه بالضبط دلوقتي الوضع ان انا مركب الفلاشة هيبدأ نفوق الضغط طبعا على الملفات دي يبقى انا هنا عندي البرنامج اللي انا هحرق به ودي نسخ الايزو اللي انا هبدأ اعمل من خلالها اجي لبريك تمام الوضع سهل جدا اللي عندي دلوقتي طبعا كل الروابط دي هيكون في الموضوع اللي موجود تحت الفيديو اول حاجة هعملها هنفتح معي بالمنظر اللي حضركم شايفين هنا بدأ اجيب لي الفلاشة والفلاشة هنمركيبها اربعة جيجة زي ما حضركم شايفين بعد كده هضغط انستول بالشكل ده واضغط على كلمة يس يس كمان مرة وابدأ اسيبه خلال لحزاب بسيطة جدا بيقوم بعمل الفلاشة بوت ده ليه بيعملها بوت هنشوف بالتفصيل مع بعض طبعا الفكرة جي انشغال بها من زمان تجد ارتنازل بها اكتر من نسخة تندز على الفلاشة كده انا خلصت تمام حبدأ اروح على السي وحلاحظ هنا ان ظهرلي اسم الفلاشة كل اللي هعمله هنا مش هحرق بقى واعمل الكلام ده كله هروح على النسخ اللي انا حملتها من الموقع وأخدها كوبي كده واروح على الفلاشة وعملها بسط مفيش حرق دلوقتي تمام ما عملناش حرق ولا اعملنا اي حاجة تمام هيبدأ انزبلي النسخ اللي انا حملتها على الفلاشة بشكل كوبي وبسط مفيش اي تحميل ولا حرق تمام كل اللي عملته فتحت البرنامج ده وبعد ما فتحت البرنامج اضغطت على نسطول ياس ياس وبعد كده خدت دول نسخ ونزلتهم على الفلاشة كوبي بعد كده هقفل الكمبيوتر بتاعي علشان ادخل على البود في اللحظة دي هابده افتح الكمبيوتر بتاعي واشوف البود بتاعي ايه انا عندي الجهاز بتاعي البود بتاعه افتتسعة فحبد اضغط افتتسعة علشان ابدأ ادخل على البود الخاص بالكمبيوتر بتاعي انت شوف البود بتاعك ايه ومن خلاله ادخل عليه فالموضوع سهل قبل ما تدخل اعرف ازاي تبوت على الفلاشة اكنك بتنزل نسخة ونزل بعد كده حبد انزل بالسهم كده على اسم الفلاشة والفلاشة بتاعتنا ده الاسم بتاعها وهاخترها طبعا في UFI هي موجود اسمها تحت هنا في البود التاني لكن انا هاختارها في UFI علشان تستغل معايا بدون اي مشاكل حبد اضغط عليها بالشكل ده كده ونبدأ ان نستنى تفتح معايا بالوضع اللي حضراتكم شايفين بدأ هنا يظهر لي الفلاشتين او الاصدارين اللي انا حملتهم من الجلي بريك اللي هنقدر نعمله لاي او اس خمستاشر وستاشر عن طريق نسخة الويندوز هبدأ اختار اول نسخة واضغط انتر وبعد كده وبعد كده هضغط انتر فزي ما حضراتكم شايفين كده دخلنا على الجلي بريك النهاردة هنقدر نعمل جلي بريك لاي او اس خمستاشر لعند اي او اس ستاشر بوينت تلاتة بشكل مجاني لمعظم الاجهزة وفي اخر الفيديو هسيبلكو كل الاجهزة المدعومة ان اكتر تعمل لها جلي بريك سواء اي او اس خمستاشر لعند اي او اس ستاشر بوينت تلاتة زي ما حضراتكم شايفين كده دي الواجهة بتاعت الجلي بريك اللي احنا اشتغلنا عليه بطريقة سهلة جدا مساحة ومش كبيرة الموضوع سهل جدا اول حاجة ده اسم الجلي بريك اللي هو رقم واحد هتلاقي كل حاجة من سلسلة عندك واحد اثنين ثلاثة لغاية خمسة هتلا تخش على ملفات الاس اس اتش ملفات الشل لو عايز تكتب اكواد تقدر تعمل اغلاق او قفل لوجهة الجلي بريك تقدر تعمل اعادة تشغيل للنسخة لو عايز تحول على الويندوز مرة تانية طيب خلينا نتكلم في الجزئية اللي احنا عملين عليها الفيديو النهاردة وهي ازاي نقدر نعمل الجلي بريك بطريقة سهلة جدا اول خطوة هنعملها هنا هنبدأ نضغط على انتر زي ما حضراتكو شايفين بدأ اظهار القائمة اللي قدام حضراتكو دي وقائمة دي واضحة جدا اول حاجة start وoption و switch و excite طبعا start دي البداية عشان ابدأ اشتغل ونزل الجلي بريك الخاص بيا بعد كده عندي قائمة option زي ما حضراتكو شايفين الخطوة الصحيحة اللي انا هشتغل عليها ايه هنزل بالسهمل تحت كده وادخل على قائمة option زي ما حضراتكو شايفين بالظبط لو لاحظنا اننا هنا بقدر انزل الكلام ده مهم زي بالظبط اللي كنا بنعمله في الشكرين عن طريق الوندوز كان فيه شوية حاجات كده بنعلم عليها علشان يتم العملية بنجاح كان فيه شوية حاجات كده بنعلم عليها علشان يتم عملية بنجاح بدون اي مشاكل طيب هختار ازاي وعلم ازاي الموضوع سهل جدا كل اللي انا هعلم عليه اول حاجة خلص دي هي رقم واحد هعلم عليها ازاي باجي على المسطرة واضغط عليها ضغطة واحدة هلاحظ كده ان علامة نجمة زي ما حدركم شايفين ظهرت معي بعد ما اضغط نجمة بضغط على انتر علشان ارجع على القائمة الرئيسية وهلاحظ هنا ان بدأ يظهر لي هنا سالب اف وسالب سي وسالب في يعني بدأ ياخد امر تاني هيبدأ ينفزه على الجهاز بتاعي بعد ما نبدأ نشتغل بطريقة سهلة جدا طيب الخطوة اللي بعد كده ايه الخطوة اللي بعد كده ان انا حبدأ اجيب الموبايل بتاعي وجاد طبعا قلنا في بداية الفيديو ان الجهاز ايفون 8 والجهاز ايو اس 15 بوينت 3 فكل اللي هنعمله هنا ان انا حبدأ اجيب الموبايل بتاعي علشان اقدر اعمله جليبريك بعد ما عملنا الخطوات اللي احنا ذكرناها في الشرح كلها الموضوع سهل جدا وحاولت اتكلم بالتفصيل على قد مقدر علشان تكون الامور كلها واضحة يبقى قبل ما نبدأ اي حاجة بدخل على اوبشن وبعد كده بعلم على الخيار الاولاني وقلنا نعلم عليه ازاي بعد كده بابدأ اوصل الموبايل بتاعي زي ما حتركوا شايفين بكابل اليو اس بي هنسيب الموبايل بتاعي كده علشان يكون واضح معنا في الشرح كل اللي هعمله هنا هبدأ اضغط على انتر من لوحة المفاتيح هلاحظ ان الموبايل بتاعي بدأ يفصل بالشكل ده ونبدأ نستنى النتيجة مع بعض خلال لحظات بسيطة جدا الجهاز بتاعي بيبدأ يدخل وضع الريكوفري زي ما حتركوا شايفين بالضبط الجهاز داخل ريكوفري وحلاحظ في السطر ده بيقولك بريز انتر ريدي فور دي اف يو يعني دخل الجهاز ده على وضع دي اف يو زي ما حتركوا شايفين كل جهاز بتبدأ تدخله بالطريقة المحددة ليه يعني ايفون 8 ليه طريقة للدخول وضع دي اف يو ايفون 6 كل موديل ليه طريقة ولكن ما بتختلفش كتير بين الطرق وبعضها فهنبدأ ندخل الجهاز بتاعي بالطريقة المناسبة ليه يعني الطريقة دي بتمشي على اي جهاز داعم جيلي بريك زي ما حتركوا شايفين الجهاز بدأ يدخل معايا ويقرأ الجيلي بريك زي ما حتركوا شايفين بالضبط هنبدأ نسيبه لما يكمل عمل جليبريك بشكل كامل علشان نبدأ نمشي الخطوات مع بعض بطريقة بسيطة وبدون اي مشاكل هنبدأ نستنى لما ينتهي من تثبيت جليبريك بشكل كامل على الايفون بتاعنا الفكرة واحدة على جميع الاجهزة المدعومة تقدر تعمل جليبريك لايو اس 15.3 وانت طالع او 15 لعند 16.3 بشكل مجاني وطبعا المشكلة كلها لو عملت جليبريك هتقدر تتحكم في الجهاز بشكل كامل وحتقدر تعمل كل العمليات اللي انت محتاجة بعد التخطي هتقدر تعمل كل العمليات اللي انت محتاجة سواء ازالة الاي كلاود او تفعيل الشبكة لو مقفول على شبكة معينة فخلاص عملنا جليبريك الموضوع اصبح سهل جدا جدا والجميل في الموضوع ده كله انه اصبح مجاني لايو اس 15 لعند 16.3 بعد ما يتم عمل جليبريك نقدر نعمل اي حاجة هننتظر لما ينتهي من عملية جليبريك ونرجع لكم تاني فزي ما حضراتكم شايفين عملنا جليبريك لايو اس 15 بطريقة سهلة جدا وطريقة مجانية هنعمل اعادة تشغيل الكمبيوتر فزي ما حضراتكم شايفين بالزبط كده النهاردة قدرنا نعمل جليبريك لايو اس 15 ومعانا الصلاحية لعند اي او اس 16 بطريقة ثلاثة وده في حد ذاته كويس جدا لانك هتقدر تعمله بشكل مجاني كامل لحلاحظنا مع بعض ان الموبايل اللي معايا انا موصله على الواي فاي دلوقتي هنلاحظ ان الموبايل عليه اي كلاود الشرح اللي جاي بازن الله هنتعلم ازاي نقدر نشيل اي كلاود وكمان نشغل الشبكة بطريقة مجانية باذن الله الفيديو اللي جاي هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نحزف الاي كلاود بشكل مجاني وتشغيل الشبكة بعد عمل جليبريك يبقى حنقسم الشرح الى قسمين علشان ما يكونش الفيديو طويل النهاردة اتعلمنا ازاي نعمل جليبريك الفيديو اللي جاي هنبدأ نتعلم مع بعض ازاي نعمل تخطي الاي كلاود سواء جي اس ام او ميد ونشغل الشبكة بطريقة سهلة جدا وطبعا بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى ويريد ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكو اي جديد من اعمله على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته